اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بذيع السماوات والأرض صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وأخرها على نيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها وأعنت عليها يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم وتعلم إخواننا فاجزهم عنا خير الجزاء اللهم اكفنا ما أهمنا وما نهتم له واكفنا من أهمونا ومن لا نهتم بهم اللهم لا تحرمنا شرف الخدمة لدينك ولا أجر العاملين لدعوتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا رمضان قد أقبل اللهم مد في أعمارنا حتى ندركه اللهم مد في أعمارنا حتى ندركه اللهم مد في أعمارنا حتى ندركه أوفقنا فيه للعمل الصالح الذي يرضيك وتقبله منا على الوجه الأتم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نحرم من حلاوة رمضان ومن قيام رمضان ومن صيام رمضان ومن زيارة الأقارب والأرحام في رمضان اللهم من علينا في رمضان هذا بفتح كل مساجدنا اللهم من علينا في رمضان هذا ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إن البشر قد قالوا وأنت قولك الحق اللهم إنك تقول للشيء كنث يكون اللهم يسر لنا فتح المساجد كلها في رمضان ووفقنا لعمارتها في الصلاوات كلها طاعاتها الواجبة والنوافل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يعجزك شيء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد من لكته أمرنا لك العتبة حتى ترضى نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضب أو يحل علينا سخطك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوت إلا منك اللهم اجمع شملنا ووحب صفنا اختم بالصالحات أعمالنا وفق ولاة أمور المسلمين لكلمة حق واجمعهم عليها وألف بينهم على الحق ووفقهم للعمل بما يرضيك اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وشريعة نبيك صلى الله عليه وسلم وجعلهم مشفقين على رعاياهم يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن عونا وسادا وظهيرا ومعينا ووليا ونصيرا لكل مسلم مطهد في أفوي هذه الأرض اللهم إنه قد كاثورا للضهاد على المسلمين اللهم رحمتك نرجو ونصرك نسأل اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تردنا خائبين إلهنا وسيدنا ومولانا إننا لا نحسن الطربية فرب لنا أولادنا اللهم إننا لا نحسن الطربية فرب لنا أولادنا اللهم إننا لا نحسن الطربية فرب لنا أولادنا اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات للعمل بما يرضيك اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات للعمل بما يرضيك اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات للعمل بما يرضيك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم نفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين اقضي الدين عن المدينين اشفي مرضانا ومرضى المسلمين عاف مبتلانا ومبتل المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين